السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الرئي الحقلي وصلنا إلى موضوع الأسس الهايدروليكية أو الأسس المتبعة في معرفة نوع الجريان داخل أنابيب الرئي بالرش اللي هي معادلات هايزين ويليام امبريكل قبل ما ندخل بالمعادلة وتفاصيلها نرجع شوية إلى مبادئ الرئي الحقلي اللي اتناولتو بالمرحلة الثالثة أخذتو طريقة احنا نسميها الأسس ونضوع أخذتو الأسس الهايدروليكية للجريان في الأنابيب تمام؟ مثل ما نعرف احنا أخذتو بالمرحلة الثانية أيضا بمادة الفلود ضمن الخسائر أن نقل المياه داخل الأنابيب لازم بخسائر هاي الخسائر نتيجة الاحتكاك احنا ليش نسميها الخسائر الرئيسية نتيجة احتكاك الماء مع جدران الأنبوب الناقل وعدكم كانت خسائر ثانوية الخسائر الثانوية اللي كان كنا نرمز لها بالرمز كي سمول نتيجة شنو الخسائر الثانوية هي نتيجة الاستدارات احنا نسميها الدوران الزاوية اللي يعبر بها الماء من الأنبوب إلى آخر كذلك مناطق التوسع والتضيق داخل الأنبوب هاي كلها تسبب لك أيضا نوع من الخسائر خسائر ثانوية بإضافة إلى اللواحة يعني مثل ما نعرف احنا بالجريان بالرش سبرينجلر إرغيشن سيستيم عندنا الأنبوب الرئيسي المينفولد مرتبط مع الأنابيب الفرعية اللاترال ومرتبط أنابيب الفرعية بالنوزل أو اللي نسميها المرشات الصغيرة فانتقال الماء من مكان إلى آخر أيضا يسبب في النوع من الخسائر نحن نسميها خسائر الشحنة الهايدروليكية وتناولتوها أتوقع من المرحلة الثانية بشكل مبسط نسموها خسائر الشحنة الهايدروليكية نطبق الهياء معادلة كلنا الخسائر بصورة عامة المرحلة الثانية تناولناها بفلوت معادلة برنولي اللي هي المعادلة العامة اللي هي H1 V1 تربيع على الجيزة Z1 و F2 بالأضافة شنضيف هنا مجموع الخسائر والخسائر هاي تشمل لكل النوعين الخسائر الرئيسية بسبب فركشن والخسائر الثانوية وهذا الشيحنة نتناولينه بالمرحلة الثانية بالفلوت وقلنا الأشعر في أعاد شحنة الاحتكاك واللواء يعني الخسائر الرئيسية والخسائر الثانوية وسرعة الجريان بالأنبوب نعرفها المعادلة الخاصة بالأنبوب اللي هي الكلو على الأي بهذا المقدار تحسب نبسط معادلة برنولي تبسط الاقتياد لكن احنا هذا الأنبوب الاقتيادي لكن الجريان داخل أنابيب شبكات مشاريع الريب الرش يعني مو أنبوب واحد وإنما شبكات أنابيب مشاريع الريب الرش هاي مجموعة كاملة من الأنابيب لذلك عملية التنقيط راح تكون معقدة لغاية بسبب تغير التصاريف داخل الأنابيب يعني التصريف اللي يصير داخل الأنبوب الرئيسي يختلف عن التصريف داخل الأنبوب الفرعي والتصريف داخل الأنبوب الفرعي أيضا يختلف عن التصريف الخارج من المرشد صغيرة بسبب هذه الاختلافات بالاضافة الى وجود الخسائر نتيجة اللواحق التغير بالمناسيب المنسوب اللي احنا نسوي ديزاين به للأنبوب الرئيسي المين فولت يختلف عن الأنبوب الفرعي وكذلك المرشات ارتفاعها هذا التغير المستمر بالمرشات بالمناسيب على امتداد كل شبكة الرئيس لذلك راح تختلف تعتبر خصائص الجريان داخل شبكاتنا تقريبا معقد جدا لذلك المعادلات الجريان الأساسية اللي راح نتبعها بشبكات الرئيس بصورة عامة اللي يرافقها بالاضافة اللي ناخد احنا ضياع الطاقة او ضياع الشحن الهايدروليكية بسبب الاحتكاك والخسائر الثانوية وغيرها راح نحللنها باستخدام معادلة نسميها معادلة غير متجانسة الوحدات هناك طبعا العديد من المعادلات بس احنا راح نتص بمادة شبكات الرئيس معادلة هيزين وويليامس اللي راح نتعتبر معادلة امبركال هذا ينس قانون هاي رجعنا شوية الى المحاضرات السابقة او المادة السابقة الخاصة بتصاميم او مبادئ البرنسبل او اف ارغيشن سيستم هايزين وويليامس اللي نستخدمها حتى نحسب الجريان الخاصة داخل شبكات الرئيس اللي هو الرئيس بالرش اللي عن طريق الانابير يكون ترانزيشن يعني سرعة الجريان متوسطة اكيد يعني معادلة هيزين وويليامس اللي تعتبر هي معادلة غير متجانسة الوحدات الفورمولة اوف ترانزيشن فلو مش راحش نساوي لك السرعة بصورة عامة الفي اللي بيا وحدات فوت على السكن 1.3 و 1.8 سي في الار والار هو عبارة عن بقيم الفو يعني وحداته اليونت بالفوت في الاس اللي سلو بهذا القيمة او بوينت خمسة اربعة والار او بوينت ستة ثلاثة تمام معيني؟ هذا يعني شنو معناه هذا الار هذا الار نصف القطر الهايدروليكي تناولناه بالأوبن تشينل شنو خطو هو المساحة المبتلة على المحيط المبتل تمام معيني؟ هذا اول قانون ضمن حساب او الاسس الهايدروليكية للجريان الماء داخل الانابير الكيو سبق وقلناه هو عبارة عن في في الاي في ادارتنا نحسب السرعة داخل الانبوب لساوينا كيو على اي بعد تبسيط المعادلة اللي تناولناهنا بالمبادئ الريور الحقلي راح الاش اف الخسائر بسبب الضائعات هذا قانون هي النهائي فهذا القانون النهائي هنا يحسب لك قيمة الاشئف ووحدات المتر فواحد وثلاثة واحد احنا ما اردت ادخلك بتفاصيل اشتقاق القانون الرئيسي لانه يتخصك هنا ابلوكيشن في 10 و 16 الكيو وحداته بشنو بالمتر مقعب على الاور على السيلي والمعامل معامل الانبوب اللي بيه عن طريق الهيزن وليم كو اوفيشينت في الدين قطر الانبوب يا وحدات بالملم للمرفوع للأس سالب 4.87 في الال طول الانبوب بالمتر على 100 تمام يعني طول الانبوب بالمتر على 100 بعد هذه المعادلة سرح نجي نوضح تفاصيلها الداخلية السي هو الكو اوفيشينت او المعامل هايزن وليم كو اوفيشينت اللي يشقد تأخذ قيمته هذا طبعا القيم هاي تعطاه بالسؤال للستيل او الايرون 110 للبلاستيك او البوليمر 150 للألمنيوم 120 للسمنت الانبوب 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 140 تمام يعني هذه المعادلة تستخدم انه نحول التصريف من وحدات الفوت تكعيب للسكند الى وحدات المتر مكعب على السكند ولحساب قيمة من قيمة الهيد لوسيز اللي تصير يعني ضائعات الشحنة او فاقدات الشحنة او ضائعات الشحنة الغابة الهيدروليكية داخل الانبوب الريب الرش حسن نحسب الانبوب الناقل يعني نسمي الخسائر داخل الانبوب الناقل الضبط مثل هذه الحالة اللي هي هاي الفورم للرئيسية المعادلة معادلة هايزين وهاي المعادلة ستعدك هصار كم معادلة تحسب بيها اثنين احنا اتفقنا ما نحفظ المعادلات نكتبها داخل ورقة القوانين حس الموضوع هذا اللي هو المعادلة هايزين والمعادلة الخاصة لحساب الهيدلوس في الأنابيب تمام عيني وهاي موالكو اوفيشينت يعني هو اصلا دايمنشنلس حيث هيصير قيمة السي تعطى بالسؤال اكيد بعد ذلك هسا ذا نجي للمينفولد اللي هو ياهو المينفولد يعتبر الامبوب الموزع اللي انا من الرئيسي اوزع للامبوب الداخلي النابيب الفرعية الهيدلوسيز 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 اللي نفس القيمة الفولد هسا راح نجيش راح نتفرق عندنا اذا تلاحظون هنا هسا هاي قيمة يدخل التصريف وخروجه شون انا احسب الضائعات الصورة عامة شون احسب قيمة الضائعات تلاحظوا هنا هاذا قيمة الاجعف مثل ما اتفقنا عليه هاذا المينفولد راح شنسوي نحسب يقصد بيها انه تصريف الفتحة الواحدة تصريف المرشة الواحدة احنا مش شبكة تحتوي على انبوب الفرعي يحتوي على مرشات مرشة الواحدة جهت تصريفه فهذا الـQ يقصد بيها التصريف الخارج او المعتبر من الفتحة او المرشة الواحدة و الـNumber of opening هو عدد الفتحات الموجودة على طول الانبوب الفرعي احنا مو الانبوب الرئيسي ربطناه انابوب فرعية وقلنا دا على الأنبوب الفرعي نثبت المرشات فالتصريف من المرشة الواحدة شنرنمزلي كيو سمول على الأنبوب الفرعي كم مرشة موجودة بهذا يسوينا النمبر اوف اوبنينج على الفتحات الموجودة على الأنبوب شون نجيتها طول الأنبوب الكلي على المسافة بين مرشة واخرى اللي اخذناها بالمحاضرة الاولى ضمن السبرنقلر شان شنرنمزها اسود اذا تريد تحسب التصريف الكلي يساوي لك عدد الفتحات في تصريف الفتحة الواحدة او تصريف المرشة الواحدة الصغيرة النوزم تمام معيني هذا الأنبوب الموزع الميل فولت بهذا يسمنا الكوريير الأنبوب الناقل فخط الطاقة شلون راح ترسميه المناسبة احنا عندنا الأنبوب اكيد ينغلق من جهه والمصدر الرئيسي للتوصيل من جهه يعني الأنبوب نهايته بالحق اللازم يكون مغلق يعني ما يكون مفتوح من الجهتين تمام معيني الترقيم الاش اف بالمناسبة تبدل خسائر دائماً من اول يعني من لحظة دخول الماء يعني من المين سورز الرئيسي اطلب من عندك ترسمي خط الطاقة يبدأ الترقيم انتبه على هذه العبارة دائماً يكون الترقيم من جهة اليمين يعني يا جهة دكتورة انهاية المغلقة الأنبوب على اساس الرسم الراح نمطيه تكون اكون نهاية مغلقة منها تبدأ ترقب الـ HF1 HF2 HF3 4 5 تمام معيني منها تبدأ لاحظ هذا الرمز خف ما موجود بالملاحظة الأصلية فضروري تثبت عندك بالملاحظة الأصلية هذا الموضوع فرسم خط الطاقة يكون بهذه الطريقة يعني أول مناسبة أول واحد اللي هو وجهة اليمين المغلق دائماً أول واحد ما يكون بهذه الطريقة لذلك شون الرسمة؟ الرسمة بشكل أفقه يعني ما بيضائعات لأنه راح يمتهي لهنا منين يبدأ دائماً خط الطاقة؟ يبدأ من ثاني أمبوب لذلك من ثاني أمبوب مسمئته الـ HF1 من ثاني أمبوب الثالث أيضاً شنوه؟ قيمته HF2 HF3 HF4 لأن هذا تعتبر HF شكت قيمته صفر فمنها يبدأ الـ HF1 منها تبدأ قيمة الـ Headloss لذلك كده تلاحظ تبدأ يعني خط الطاقة الفعلي ويتناقص مع اتجاه الجريان يتناقص مع اتجاه الجريان سوء الـ HF1 نفس القيمة بهذا المقدار الـ HF2 بس الـ Q ش راح ناخذه؟ 2-Q الـ HFN بس مجرد الـ Q اللي هو التصريف من الفتحة الواحدة أو من المرشة الصغيرة الواحدة في عدد المرشات اللي هو الـ N تمام عيني؟ بس هذا المقدار تأخذ انت الـ N يقصد بها مو الـ N capital منها لا وإنما يقصد بها العدد يا هذا يا عدد يا رقب الـ HF4 فالضربة في أربعة هذا الـ HF3 في الـ N قد قيمته ترقيم الفتحات تمام عيني؟ هذا اللي يقصد بها فهذا حساب طريقة حساب احنا نسمي الـ HF سوء هسذا نرجع الى محاضرتنا الرئيسية مثل ما عرفنا شون نسميه هذا هو الـ Q لاحظ هنا الـ Q capital لاحظ هنا الـ Q 2 Q 3 Q 4 من هذا المقدار تحسب الـ HF لحساب الهيد في كل نقطة تمام عيني؟ هذا هو خط الطاقة اللي شرحناه بذاك الرسم كان شوي أوضح دائما ترقيم المرشات يكون المغلقة من النهاية المغلقة هيا من اليمين من يمين الأنبوب وهذه هي قيم الـ HF لحسابها تمام عيني؟ هاي الموضوع ضروري احنا نفهمه قيم حساب الـ HF لاحظ هنا قيمة الـ Q الـ Q capital يساوي الـ N في الـ Q التصريف الكلي والـ L الكلي يساوي الـ N small في الـ S1 الـ S1 شنو؟ المسافة بين مرشة وأخرى هاي المعادلات هاي لاحظ هاي الـ HF اكو معامل من الـ Q حتى الأنبوب الموزع والأنبوب الرئيسي الأنبوب الموزع أو الناقل ماذا يساوي أنه؟ الخسائر بالأنبوب الرئيسي يساوي أنه الـ HF اللي هي الخسائر بالأنبوب الناقل فيه معامل كريستيان معامل كريستيان اللي هو الـ F capital اللي راح نستخلجه من شارت معين تمام عيني؟ إذا طلب من عندك اذا انت تحسب للكورير إذا طلب من عندك الهفل من فولد هو قيمة الكوريا في تضربه اللي هو معامل التناقصي يسمونه Christian Reduction Factor هذا ضروري تعرفه أنت اللي هو المعامل الخاص بحساب هذه المعادلة حتى نحسب الضاعات في أنبوب المين فولد وأيضا في نوع الكوريا عندما يكون قيمة FHGate 0 إذا ما كان عندنا عملية التناقص بين المين فولد والكوريا العلاقة تعرف هاي ملاحظة عما كاتبت لك ياها أنه العلاقة بين الأشعف اللوسيز والقطر الدي علاقة عكسية كل ما زيد قطر الأنبوب الضاعات والخسائر اللي يصير الشحنة الهايدروليكية راح تقل وكذلك شون تعرف على ذي المرشات هو طول الأنبوب الرئيسي اللي هو الأيل على الأسوأ نعرف النمبر وهذا تناولنا بالأعلى مثل ما تلاحظون إذا نرجع إلى البيسيك الرئيسي معادلات الجريان احنا قلنا عليها معادلة هايزة وحسبناها وقلنا قدر التصريف وهي حسب نوعها خرسانة ألمنيوم حديد أي يعطى بالسؤال والجريان داخل المشبعات أيضا تناولناها هزة وقلنا خط الطاقة شلونا نوضحها والفركشن هيد لوسيز اللي هي الخسائر أو حساب الشحنة الضاء على نتيجة الاحتكاق أيضا وضحناها والآن قيمتها وضحناها اللي هي على المرشات تمام عيني؟ هاي شل الغرض من عنده؟ آني حتى أعرف مقدار الجريان اللي يصير داخل الأنبوب الري هاي ضروري جدا هزة احنا هناك لحد هنا اللي هي المعامل التصحيح يمكن حسابه بالصيغة تقريبيا العالم الكريستين اللي هو هذا حتى شنو هذا الفرق بينه بين الأنبوب الناقل والأنبوب الرئيسي إذا نرجع لهزة هنا ضروري عندك تعرف هذه المعلومة احنا سبق وتناولنا بالمحاضرة الأولى بعمليات الري المين فولد عندك اللي يسمينه القطر الفتحر هذا هو الأنبوب الناقل الكوريير الكوريير هو الأنبوب الرئيسي تمام عيني؟ يعني الهيد لوسيس المين فولد اللاترال المين فولد هو الفرعي الكوريير يا هو الناقل طيب انت هس المعادلة هاي يبدأ تحكم لك ايش تحسب؟ تحسب للمين فولد تمام؟ تحسب للفرعي طيب إذا طلبت من عندك السؤال بالامتحان احسب لي أيضا الضائعات راح أستر بالرئيسي حزة هو هذا الرئيسي تمام عيني؟ هذا الرئيسي وذل الفرعيات احنا المعادلة تستخدمها هايزين ويليام إنما تستخدم لحساب الضائعات ضائعات الشحنة داخل أنابيب الفرعية هاي تلاحظ؟ طيب إذا طلبنا بالكوريير الرئيسي شون حسبه؟ مجرد تضع معامل الريدكشن معامل احنا نسميه النقصان الريدكشن فاكتر اللي هو هذا هذا المعامل تمام عيني؟ هذا الـ HF بالمين فولد يساوينا بالكوريير على معامل الريدكشن فاكتر هذا هو هذا المعامل يحسب عن طريق هذه المعادلة أو إلى شارت خاص إن شاء الله راح نوضحها فإذا طلبت عاني بالكوريير مجرد قيمة الـ HF بالمين فولد تقسمها على الـ F capital لكن إذا كانت قيمة الـ F capital تساوي 0 فإذا هذا الـ HF للمين فولد هو نفسه الـ HF للكوريير تمام عيني؟ أتمنى محاضرتنا هذا اليوم إن شاء الله تكون واضحة إمامكم ووضحناها بشكل تفصيل إذا عندك أي سوال أو استفسار أنا ما حبيت أدخل بتصميم مواضيع أو تصميم design of lateral لأنه راح يكون الموضوع تصميم أنبوب الرش الفرعي راح يكون الموضوع عليك أكبر من هذا المقدار ودخلك بالضغوط وحساب الضغوط الفرعية هسا لحد الآن إحنا نريد نفهم حساب أول شيء من أصمم آني أنبوب أول فقرة مهمة بيه هي حساب الضائعات بعد ذلك نحسب الضغوط بعد ذلك نعرف شون نصمم الأنبوب الفرعي على أساس راح نعرف نختار الأنبوب طولة وكذلك قطر الأنبوب وكذلك عدد المرشات الموجودة بداخل كل الأنبوب بحيث أنا أوصل إلى تقنية رش مثل تلبيلي المتطلبات داخل هذا الحقل إن شاء الله نلتقي بكم على المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر